فقرة الجمال اليوم رح نتكلم عن كيفية الاهتمام بالأقدام وخصوصا خلال فترة الصيف دائما من فترة الصيف نلاحظ جفاف بالأقدام نتيجة أن نلبس الأحذية المفتوحة وأيضا نتيجة الجو الحار ممكن قلة الاهتمام بشرب الماء وما إلى ذلك من العوامل الأخرى ولهذا اليوم أنا والبنات لدينا وصفات جدا حلوة طبيعية مكوناتها متوفرة بكل بيت لعناية بيئة الأقدام والحصول على أقدام مترطبة ناعمة نفس الوقت خالية من التشققات أول وصفة هي جدا سهلة مكوناتها الرئيسية لجليسرين ومي الورد معروف أنه كريم الجليسرين جد مفيد للترطيب وخصوصا ترطيب الأقدام لأنه مكتف ونفس الوقت رح نحصل على ترطيب لمدة 24 ساعة مكونات الوصفة جدا سهلة نجيب كميات متساوية من الجليسرين مع كمية متساوية من مي الورد نخططهم مع بعض ونطبقهم أكيد على الأقدام النظيفة كل يوم قبل ما ننام وأكيد إذا استمرنا بالوصفة وطبقناها كل يوم رح نحصل على أقدام حريرية وخالية من التشققات فعلا بان مثل ما ذكرته في فصل الصيف يمكن من أكبر المشاكل اللي عامل منها النساء والرجال على حد سواء هي التشققات في القدمين ومن أفضل الماسكات لحل هذه المشكلة هو ماسك الكركم والليمون مكونات سهلة موجودة في كل منزل كل اللي نحتاجها هو القليل من عصير الليمون بمقدار تقريبا ملعقة واحدة كبيرة نخلطها مع ربع ملعقة من الكركم ونصف ملعقة من القهوة أول شي نسويه هو أنه نخلط المكونات الجافة سويا نخلط القهوة مع الكركم ومن ثم نضيف لهم عصير الليمون ونخلطهم إلى أن يكونون مزيج متجانس قبل ما نستخدم هذا المقشر على أقدامنا نحرص على أنه احنا نقع أقدامنا بمي دافي لمدة عشر دقائق لسهولة تقشير الجلد وإزالة الجلد الميز ومن ثم نستخدم المقشر على أقدامنا وأكيد بعدها نحط المرطب المناسب على نمود نكمل هذه العملية ونحصل على أقدام مثالية خالية من التشققات صحيح جهدية أهم خطوة التقشير حتى نحصل على أقدام رطبة وجميلة بفصل الصيف أيضاً رح أعطيكم وصفة للتقشير تقدرون تستخدموها هي عبارة عن نصف كوب من السكر الخشن تخلطون وميار ربع كوب من زيت الزيتون وتقدرون تضيفون بعض الزيوت العطرية من اللافندر أو أنتوا أي زيت تحبوا ومثل ما ذكرت شهد قبل ما نستخدم هذا المقشر لازم ننقع رجلينا بمي دافي لمدة عشر دقائق وبعدين تستخدمون هذا المقشر إلى أن تشوفون الجلد الميت بدايوغا وأكيد نغسل القدم ونرطبها بأنتوا أي لوشن يتعاولين عليه وكذلك تقدرون تستمرون بهذه الطريقة كل مرة إلى مرتين بالأسبوع حتى تحصلون على النتيجة التي تريدوها ترجمة نانسي قنقر